نعم إن شاء الله السؤال الأول الذي يتعلق بالقنوب نحن أولا نعلم أن الشعب اليمني في الجنوب ربما الأخ الذي اتصل ابن السعودي يوضح هم حريصون على الوحدة ووحدويون أكثر من أكثر ربما من الأبناء الشعب اليمني في الشمال والعودة إلى التاريخ يعلم أن الشعب اليمني في المحافظات القنوبية ضحوا أكثر منذ البداية وسلموا دولة وكان رئيسهم قبل أن يكون نائبا وبالتالي نحن متأكدين أو نثق بأن ما يحصل الآن هو ورد فعل لممارسات النظام السابق وليس ومع ذلك فهي قضية من حقهم أن يطرحوها فيما بعد الثورة على كحق لأي يمني أن يطرح ما هي مشكلته نتعامل معها كحق أن يطرح هذا في المنسبة يتعلق للقنوب أما بالنسبة لموضوع إلى متى سنتظرون الأخ طارق من السعودية إلى متى سنتظرون ونتنتظرون هذا النظام لا بد أن نفهم أن الوقت ليس في صالح النظام الوقت في صالح شاب الثورة الشباب الآن عنده يوميا يزدادون عزيمة وإصرارا وقوة ويزيد أعداد من الشعب اليمني ما يلتحق بهم في المقابل النظام يوميا يفقد ويتهرأ ويوميا يضعف أكثر فأكثر هذه المعادلة عامل الوقت يؤدي بنقاح الثورة وبسقوط النظام النهائي لكن هذا أيضا لن يطول أيضا لن نظل أنتظر كثيرا حقيقة ولهذا كما نبهت أيضا غدا هي قمعة الفرصة الأخيرة والشباب سيكون صلاة الجمعة في شارع الستين وشارع الستين هذا هو أكبر شارع كبير ويمتد إلى دار الرئاسة وهذا لا يعني أن هي رسالة يجب أن تفهم فقمعة الفرصة الأخيرة أنا أدعو أبناء الشعب اليمني حيقة الآن من خلال أن يشاركوا غدا مع شاب الثورة في شارع الستين في صلاة الجمعة في شارع الستين في جمعة الفرصة الأخيرة نعتبرها تصعيد أخير أو تصعيد أخير ما قبل ربما خطوات أكثر قوة وربما خطوات تؤدي إلى استلام بعض المباني وما إلى ذلك حقيقة هي خطوات تدرس كل خطوات تدرس في وقتها فيما يتعلق بمنح الحزب الحاكم 50% من الحكومة القادمة مشكلة الشعب اليمني ليس مع أشخاص ليس مع علي عبدالله صالح ومع أشخاص فقط هو حقيقة هي مشكلة كبيرة معهم لكن أيضا المشكلة هذه نشأت من نظام يعني مكوناته تعطي هذا الشخص الحق في التصرف في كل شيء ولهذا صنعت منه ديكتاتور وشخص يقمع وشخص ينفق ما يريد يفعل ما يشاء ولهذا فهداف شباب الثورة هي تغيير هذا النظام تغيير النظام إلى دولة مدنية لا تصنع ديكتاتوريات قديدة وبالتالي بعد أن يحاكم المتورطين والريطين الذين تلطخط أيديهم بدماء الشعب اليمني وبأموال الشعب اليمني يقصوا ويحاكموا وإذا قيم هذا النظام فالأشخاص الذين سيطلعون أو سيكونون جزء من الدولة القادمة لا يعنينا من هؤلاء الأشخاص إذا كان النظام يتيح لنا أن نحاكمهم في وقتها وأن نمنعهم عن أن يرتكبوا أي حماقة أو أي خطأ في حق الشعب اليمني فلا يعنينا من الأشخاص الذين سيكونون أو من أي أحزاب سيكونون هل من الشباب هل من أحزاب اللقاء المشترك أي من حزب المؤتمر لأنه أيضا حزب المؤتمر حقيقة هناك بعض أعظام قلس النواب قدموا استقالاتهم وكانوا يعارضون أيضا سياسات المؤتمر ولهذا فنحن نتكلم عن نظام ولا نتكلم عن أشخاص مشكلة حقيقة المشكلة التي نراها شباب الثورة في الإيمان وحقيقة هي مشكلة متكررة في الدول العربية جميعا أننا نشخص المشكلة المشكلة حقيقة هي مظهرها تمثلت في شخص علي عبداللصال هذا طبيعي هذا استنتاج طبيعي وهذا الفرق بين نظامين بين دولتين بين تجربتين النماذج الديمقراطية هي النماذج المؤسساتية على المؤسسات وأيضا الدول الأخرى هي الدول الشخص الواحد والحزب الواحد شكرا جزيلا لك وسيم القرشي عضو اللجنة التنظيمية لثورة الشباب اليمنية نتمنى لك عودة سالمة إلى اليمن وأن تسلم مما قد يدبر لك شكرا جزيلا شكرا مستمرنا